السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد فيديو جديد ووصفة جديدة نتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله سنشارك معكم واحد الوصفة اللي شخصيا كان حماق عليها وصفة ديال الرايب بوحد طريقة اللي كتجي ناجحة وكتجي سهلة فضروري انكم تجربو خليكم معي بشوفوا الطريقة ديال التحضير عندي في كاسرونك كنديرو ايطرو ديال الحليب منسبة للسيطرة للأخر كنحيد انه كاس إلا ربع العبار ديال كاس كاس عنبه لمئتين ميلا لتر كندير كاس إلا ربع كنخليه جانبا وما تبقى ديال الحليب كندروف كاسرونك كنزيد عليه السكر على حسب الرغبة ولا حسب تقديركم انا هنا عندي تلات المعالقة مع مرنش ديال السكر سانيدة وكنزيد معه معلقة كبيرة ديال حاليب بودراء هاد الحاليب ولي كيعطينا ذاك القوام لكي يجي عاقد من الأحسن انكم تستعملوا إلا كان عندكم إلا ما كانت متوفر وممكن انكم تستغنوا عليه سوف نزيل واحد السكر ديال فاني وكان رد هاد الخليط باش كي يغلى فوق البوطة كنجيب واحد اليوغورت اللي كيكون بحالها كي يخصيج من ذاك النوع اللي كي يجي عاقد كنستعمل ضانون ديال نكهة الموز او اللي ديال البانان كندير كاف واحد البول كنخلطه مزيان بعد كنزيد عليه ذاك الكاس اللي كنا خلينا من قبل كنخلطه كنخليه جانبا كندوز لدك الحليب ديال من بعد ما كيفا يضلينا بحاله هكا كنحيدو لي ديك القشرة او ديك الجلالة اللي كتتكون في الوجه دياله هاد الجلالة ما كتخليش لنا الرايب ديالنا النوع قاد كنحيدو هال الحليب وكنخليه كي يبرد على سطح العمل ما تخليوش يبرد بزاف كتبقوا كل مره نكن بردها كب الخلاط اللي يدوي كنبقا نخلطه باش ضغيه كي يبرد وكان ديها كسبية كنحسب حتى العشرة او لحتى التسعة فاش كنقدر ان ينتحمل ديك الحرار ديال مدة تقريبا ديك خمسة ديال التواني صاف هنا كنزيد عليه ذاك الخاليط اللي خلطنا من قبل وكان وانا كنخلط بواحد السرعة باش ما يتكلش الحليب اولا باش ما يروبش لنا وكان نجيب واحد الباطا ديال البلاستيك ندير فيها الكويسات ديالنا وكان بدنا نعمرهم بدك الحليب اولا ديك اليوغورت ديالنا اللي حضرنا فهذا هو كي يجيب حال شكل اولا بحال ما دق ديال اليوغورت بنك هات لفاني من نسبة لهذا الخاليط انا اعطاني ستاد الكيسان ولكن هاد الكيسان رغم كبار العبار ديالهم مئتين وعشرة مليليليتر تقريبا من بعد ما كان عمرهم كنغطيهم بواحد الورق ديال الطاهي لان بطبيعة الحليب ديالنا باقي سخون وغادي تكون ذاك البخار ديال ما يرجع وما يخليش الرايب ديالنا كي عقاد مزيان سوف نسدر البوطا ديالنا مزيان وكلوها في واحد المنطة ونخليه في مكان لي كي يكون دافئ المدستة تسويا ركي عقاد وليلاج الشكل كندخلوا لطلاجة كي يبرد مزيان ممكن انكم تعودوا العلبة البلاستيكية بالكوكوت حتى هي ركا تسرع وضغية كي يعقاد يعني تقريبا نخضر بعض السواء كتلقوا والريب ديالكم عاقد فبالنسبة لطريقة ديال الكوكوت كنشدو الكوكوت ديالنا كندرو فعشوية ديال المغليان وعاد كنستفودو كل الكيسان ديالنا وكندروه على الموراق الطابق نفس طريقة وكنشدوه كنخليه وتايف مكان دافئ ضغية كي يعقاد لنا بذيك الطريقة نتمنى ان الوصفة ديالي ومتنى الاعجاب ديالكم تجربوا وترضوا علي في التعليق كيف اشجادكم ما تنسوش دعموني بلاي لايك ديالكم ما بقاليا نقول لكم بسلام عليكم وبصحة والراحة